في يوم من أيام سنة 72 معمر القزافي زار مصر واجتمع مع الرئيس السادات وكان معاهم محمد حسنين هيكل وفصل الاجتماع القزافي قال للسادات أنا قريت النهاردة في جورنان الأهرام أن مصانع المحلة متعطلة عشان نقص المواد الخام هيكل رد عليه وقال له صحيح للأسف لكن مفيش موارد نجيب المطلوب القزافي قال 300 مليون جنيس ترليني يحالوا المشكلة السادات رد يحلوها قوي قوي والقزافي قال له وإحنا جاهزين بأي حاجة تطلبوها واتفوا يتقابلوا بالليل في بيت السادات في الجيزة عشان يرتبوا المساعدة المالية بحضور الدكتور عبدالعزيز حجازي وزير مالية مصر وعبدالسلام جلود رئيس وزراء ليبيا وبالفعل اجتمعوا كلهم بالليل في البيت وعبدالعزيز حجازي وجلود قعدوا مع بعض في قدر واحدهم يتنقشوا والسادات وهيكل والقزافي قعدوا في الصالون وفجأة القزافي قال للسادات أنا عاوز أشتكيلك من الأستاذ هيكل يا رئيس السادات سأله خير يا معمر القزافي رد النهاردة نشرين صورة كبيرة قد كده للشيخ زايد وعملين أربع صفحات في الأهرام تحت عنوان منجزات الشيخ زايد في الإمارات وقبل ما السادات يعلق هيكل قال له ده أعلان يا أخ معمر القزافي انفعل وقال له لا ده تمجد في الرجعية وابتدأ يتعصب والحالة تجيله السادات حاب ينهي الحوار فقال القزافي معمر الموضوع إعلان واضح وما فيش فيه تمجيد بس القزافي ما عجبوش الكلام وقال له لا 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 ده رجعية النهاردة يمجده في الشيخ زايد وبكري يمجده فيصل وكان يقصد الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية السادات اتعصب وقال له معمر ما تغلطش بحق فيصل فيصل صديقي القزافي رد لا صديقك ولا حاجة هو لا بيحبك ولا بيحب مصر السادات قطعوا وقال له معمر لزم حدودك قلتلك فيصل صديقي ومرة تانية القزافي رد لا عدوك مش صديقك ايه اللي جرى لك يا رئيس أنور فقدت ثوريتك ولا ايه وهنا السادات انفعل جدا وخبط على الترابيزة وسألوا باستنكار انت هتعلمني ثورية يا معمر اسمع اللي حقولك عليه اذا كنت متصور انك هتشتري سياسة بفلوسك فانا في غنى عنها ورح من نادي الدكتور عبدالعزيز حجازي وزير المالية وطلب منه وقف المفاوضات مع رئيس وزراء ليبيا وقال له ما تاخدش منه حاجة طلبه معمر متصور انه يقدر يشتري مصر بفلوسه وبعدها ساب المكان ومشي وتاني يوم هيك الحاول يلطف الاجواء وخد القزافي ورحل السادات الانطر الخيرية عشان يصالحهم على بعض لكن مرة تانية القزافي قرر نفس الكلام وقدم للسادات عرض خيالي بخمسة مليار دولار لو وافق يقطع العلاقة مع السعودية ودول الخليج اللي بيسميها رجعية والمرة دي السادات كان هادي وقال له يا معمر انا ما بباعش مصر ام ياب نمشي مع السلامة فعلا فصل كان عنده حق والقصد من جملة السادات الاخيرة الرسالة اللي بعتها له الملك فيصل قبلها بشوية عن طريق بنته رقايا السادات ورقايا كانت في الحج سنة 72 وقابلت الملك فيصل اللي اده رسالة لولدها وقال لها نصا قولي له فيصل بيحذرك من القزافي المريض نفسيا رقايا استغربت الكلام والملك فيصل قال لها مؤكد ان فخمت الرئيس يعرف جمال عبد الناصر كان حط القزافي في المستشفى النفسي بالمعادي رقايا السادات سألته جلالتك بتتكلم جد؟ الملك فيصل رد؟ نعم وفخمت الرئيس يعلم بالتأكيد وهذه هي رسالتي وناس كتير ما تعرفش ان في اواخر حكم عبد الناصر القزافي وصل مصر بشكل سري وحالته الصحية كانت صعبة والدكاترة في ليبيا ما عارفوش يعملوله حاجة فليجي هنا يشوف في ايه ولما كشفوا عليه ما لقوش عنده حاجة فالطار يقولوله الحقيقة وانه لازم علاج نفسي وعصبي وفعلا اتنقل لمستشفى الامراض العقلية وخد كرسي علاج مكثف وتعمل له ملف جوه المستشفى بحالته والأدوية اللي خدها والقذافي دفع ملايين عشان يحرق الملف بتاعه في المستشفى ويتخلص منه للأبد وبعض الجهات في مصر ساعدته يعمل كده والمعلومة دي اكدها الدكتور احمد عكاشة كبير الأطباء نفسيين والدكتور عكاشة كان طبيب شاب وقتها واكد ان فيه جهة امنية طلبت من طبيب في مستشفى الامراض العقلية يساعدها في اخفاء ملف القذافي ومحه تماما من السجلات عشان ما يبلوش اي قصر والطبيب ختمن كبير جدا عمله نقل اقتصادية واجتماعية في حياته لحد النهاردة رحم الله الجميع شكرا شكرا